بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم افتتَتَحَ بِهَا الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كِتَابَ اللَّهُ افتتَتَحَ بِهَا الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كِتَابَ اللَّهُ واتفق العلماء رحمهم الله على أنها بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كُتِبَتْ في أولها أو أنها بعض آية من أول كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كُتِبَتْ للفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء رحمهم الله سلفًا وخلفًا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى يُنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه الحاكم رحمه الله أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضًا وروي مرسلًا عن سعيد بن جبير والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يُدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرسلًا عن سعيد بن جبير وفي صحيح بن خزيمة رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة قرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية لكنه من رواية عمر بن إبراهيم البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها وروى له الدار قطني رحمه الله متابعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وروي مثله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما وممن حُكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براء ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم قالوا أن بسم الله آية من كل سورة إلا سورة براء ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول ومكحول والزُّهري رحمهم الله وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله في رواية عنه وإسحاق بن رهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما رحمهم الله ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور وقال الشافعي رحمه الله في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان أي قولان غريبان وقال أبو داود رحمه الله هي آية مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة لا منها وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وحكاه أبو بكر الرازي رحمه الله عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرغ على هذا فمفرع على هذا ومن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية من أولها وأما من قال بأنها من أول السور فاختلفوا فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وأئمة المسلمين رحمهم الله سلفاً وخلفاً فجهر بها ببسم الله الرحمن الرحيم من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم وحكاه بن عبد البر رحمه الله والبيهقي رحمه الله عن عمر وعلي رضي الله عنهما ونقله الخطيب رحمه الله عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو غريب ومن التابعين رحمهم الله عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القراضي وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معق ابن مقر زاد البيهقي رحمه الله وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية عن ابن علي الحنفية أمه وهو ابن علي ابن أبي طالب وزاد بن عبد البر رحمه الله وعمر بن الدينار والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة والحجة في ذلك أنها بسم الله الرحمن الرحيم بعض الفاتحة ويجهر بها كسائر أبعاضها وأيضاً فقد روى النساء رحمه الله في سننه وابن خزيم وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه رحمهم الله عن أبي هريرا رضي الله عنه أنه صلى وجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرض إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحاً وصحهه الدار قطني والخطيب والبيهقي وغيرهم رحمهم الله وروا أبو داود والترمذي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك أن في سنده ضعف وقد رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخار رحمه الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدًا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح بن قذيمة ومستدرك الحاكم رحمهم الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الدار قطني رحمه الله إسناده صحيح وراء الشافعي رحمه الله والحاكم رحمه الله في مستدركه عن أنس رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسملة أي جهر في بسم الله الرحمن الرحيم وفي هذه الأحاديث وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم وطوائف من سلف التابعين والخلف رحمهم الله وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل رحمهم الله وعند مالك وعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يقرأ البسملة بالكل لا جهرا ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير أي تكبيرة الإحرام والقراءة بالحمد لله رب العالمين وبما في الصحيحين رحمهم الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم رحمه الله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ونحوه في السنن رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فهذه مآخذ الأئمة أي دلائل الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة الصلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمن فصل في فضلها قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا أبي عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب وهكذا رواه أبو بكر من مردوية رحمه الله عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به وقد روى الحافظ ابن مردوية رحمه الله من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحياء عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب أي إلى من يعلم الأطفال ليعلمه فقال المعلم أكتب قال ما أكتب قال بسم الله قال له عيسى عليه السلام وما بسم الله قال المعلم ما أدري قال له عيسى عليه السلام الباء بهاء الله أي جماله والسين سناؤه والميم مملكته والله إله الآلهة والرحمن الرحيم والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وقد رواه بن جرير رحمه الله من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحياء عن ابن أبي مليكة عن من حدده لم يذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه ومسعر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا غريب جدا هذا القول غريب جدا وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون من الإسرائيليات أي من أخبار بني إسرائيل لا من المرفوعات أي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وقد روى جويبر عن الضحاك رحمهم الله نحوه من قبله وقد روى ابن مردويا رحمه الله من حديث يزيد ابن خالد عن سليمان ابن بريدة وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري عليهم السلام وهي بسم الله الرحمن الرحيم وروا بإسناده عن عبد الكبير ابن المعافى ابن المعافى ابن عمران عن أبيه عن عمر ابن ذر عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم أي السحاب هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغط البهائن بآذانها ورجمة الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه أي كل شيء قالوا فيه بسم الله يبارك الله فيه قال المعلق وعزاه السيوطي في الدر المنثور للثعلبي أي رواه السعلبي في تفسيره وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية الملائكة العذاب أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل الله له من كل حرف منها جنة أي وقاية من كل واحد ذكره ابن عطية والقرطبي رحمهم الله ووجهه ابن عطية ونظره بحديث وقد رأيت وقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أي يستمقون إلى رفعها لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لما قال ذلك رجل من الصحابة رضي الله عنهم الملائكة تسابقوا إلى رفعها إلى الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفا وغير ذلك وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبا عن عاصم قال سمعت أبا تميم يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي عم ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر من نبي عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عثر البعير كاد أن يسقط فقلت تأس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تأس الشيطان فإنك إذا قلت تأس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صلاة وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب فتقول بسم الله لا تقل تعس الشيطان فإذا وقع الإنسان فليقل بسم الله هكذا وقع في رواية الإمام أحمد رحمه الله وقد روى النساء رحمه الله في اليوم والليلة أي في أذكار اليوم والليلة وابن مردايا رحمه الله في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميم وهو الهجيم عن أبي المليح ابن أسامة ابن عمير عن أبيه رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه يعني راكبا وراء فذكره وقال لا تقول هكذا أي لا تقول تعيس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر الشيطان حتى يكون كالذباب فهذا من تأثير بركتي بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول تستحب البسملة في أول كل عمل وقول فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أي ناقص وتستحب البسملة عند دخول الخلاء ولما ورد من الحديث في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام يحمد والسنن رحمهم الله من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهم مرفوعة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فلا بد أن تقول بسم الله في أول الوضوء وهو حديث حسن ومن العلماء رحمهم الله من أوجبها يعني أوجب قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء ومن العلماء من أوجبها عند الذكر فهنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقا وكذا تستحب عند الذبيح بسم الله الرحمن الرحيم في مذهب الشافع رحمه الله وجماع وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم فما سيأتي بيانه في موضعه عند الذبح لا بد أن تقول بسم الله الله أكبر وهكذا تستحب عند الأكل قل بسم الله لما في الصحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه أي لابن زوجتي الربيب ابن الزوجة قال لربيبه عمر ابن أبي سلم قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أي من أمامك ومن العلماء رحمهم الله من أوجبها والحالة هذه يعني عند الأكل وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا هذا خير عظيم ومن ها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان القولان متقاربان وكل قد ورد به القرآن أما من قدره باسم باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور الرحيم بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور الرحيم ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر فإنك إن تقدر الفعل مصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبلك إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة فالمشروع ذكر إسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا أي طلبا للبركة من الله وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل فالله أعلم ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث بشر ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم قال قال له جبريل عليه السلام قل بسم الله يا محمد يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله هذا لفظ ابن جرير رحمه الله فعلينا أن نذكر اسم الله في كل شيء وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال أحدها أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي عبيدة وسبويه واختاره الباق اللاني وابن فورك وقال فخر الدين الرازي وهو محمد بن عمر المعروب بن خطيب الري في مقدمات تفسيره قالت الحشوية والكرامية والأشعرية الاسم نفس المسمى وغير التسمية وقالت المعتزلة الاسم غير المسمى ونفس التسمية والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية ثم نقول إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى نفس الكلمات غير المسمى وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إضاح الواضحات وهو عبث إن كان المراد بالاسم ذات المسمى أي ذات الشيء فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجر العبث أي لا فائدة ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك ولا يقوله عاقب وأيضا فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة والتسعين اسماء فهذه اسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله عز وجل وهو الله تعالى وأيضا فقوله ولله الأسماء الحسنى عضافها إليه كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك والإضافة تقتضي المغايرة وقوله فادعوه بها أي فادعو الله بأسمائه وذلك دليل على أنها غيره واحتج من قال الإسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك والمتبارك هو الله والجواب أن الإسم معظم لتعظيم الذات أن الإسم معظم لتعظيم الذات المقدسة وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته يعني امرأته طالق طلقت ولو كان الإسم غير المسمى لما وقع الطلق والجواب أن المراد أن الذات المسمات بهذا الإسم طالق قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الإسم معينا لهذه الذات فهي غير الإسم أيضا والله أعلم الله علم على الرب تبارك وتعالى اللفظ الجلالة الله اسم لله جل جلاله علم على الرب تبارك وتعالى يقال إنه الإسم الأعظم الله إنه الإسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو حالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيم العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جل جلاله فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له أي لله جل جلاله فما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها وآمن بها واعتقدها الله يدخله الجنة بإيمانه وتوحيده وأسماء الله كثير لكن هذه هي التسعة التسعين من حفظها ودع الله بها دخل الجنة وأسماء الله لا تحصى وجاءت أعدادها في واية الترمذي رحمه الله وابن ماجة رحمه الله وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان وقد ذكر فخر الدين الراز في تفسير عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم خمسة آلاف اسم ألف في الكتاب والسنة الصحيحة وألف في التوراة وألف في الإنجيل وألف في الزبور وألف في اللوح المحفوظ الله أعلم بهذا الكلام وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل من فعل ويفعل فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له أن ليس مأخوذ من شيء وقد نقل القرطبي رحمه الله عن جماعة من العلماء رحمهم الله منهم الشافعي والخطاب وإمام الحرمين والغذال وغيرهم رحمهم الله وروي عن الخليل وصيبوي أن الألف واللام فيه لازمة قال الخطاب رحمه الله ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن أنه لما تقول أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقيل إنه مشتق واستدل عليه بقول رؤب ابن العجاج لله در لله در الغانيات المدة أي المادحات سبحنا واسترجعنا من تأله وقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من ألها يأله إلهة وتألها كما روي أن ابن عباس رضي الله عنه ما طرى ويذرك وإلهتك قال عبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد أي فرعون وكذا قال مجاهد رحمه الله وغيره وقد استزل بعضهم على كونه مشتق يعني مأخوذ من كلمة بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود في السماوات والأرض كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل الفعال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة قال سيبويه مثل الناس أصله أناس وقيل أصل الكلمة لا فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه قال الشاعر لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني قال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسني وقال الكساء والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأدخل اللام الأولى في الثانية كما قال لكن هو الله ربي أي لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسن قال القرطبي رحمه الله ثم قيل هو مشتق من ولها إذا تحير والوله ذهاب العقل يقال رجل واله وامرأة ولها وماء مأمولة إذا أرسل في الصحارة فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته فعلى هذا يكون أصله ولاه فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح الشاح الشاح ووساد أساد وقال فخر الدين الرازي وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إلي فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره أي ذكر الله عز وجل والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال وقيل من الله يلوه إذا احتجب وقيل اشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال قال وقيل مشتق من أله الرجل يا له إذا فزع من أمر نزل به فأله أي أجاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وهو المنعم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وهو المطعم لقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم وهو الموجد لقوله قل كل من عند الله وقد اختار فخر الدين أن اسمه علم مشتق من البته مشتق البته قال وهو قول الخليل والسيبوي وأكثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقا نشترك في معناه كثيرون ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس فدل أنه ليس بمشتق قال فأما قوله تعالى العزيز الحمد لله العزيز الحميد الله وعلى قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان ومنها قوله تعالى هل تعلم له سميا لا مثيل له تعالى وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر هذا قول غير صحيح والله أعلم وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال وعلم أن الخلق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة وكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم وأما الواحد فقد وصلوا إلى عرضه إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية بادوا ويهلكوا فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه من نصب اللام وجرها لغتان وقيل إنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهات وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة بأولها للتعريف وأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاماً واحدةً مشدد وفخمت تعظيماً فقيل الله جل جلاله الرحمن الرحيم إسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد المبالغة من رحيم وفي كلام ابن جرير رحمه الله ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف رحمه الله ما يدل على ذلك وفي كلام ابن جرير رحمه الله ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف رحمهم الله ما يدل على ذلك وما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما اللهم ارحمنا برحمتك وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي وقال أبو إصحاق الزجاج في معاني القرآن وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني فلهذا جمع بينهما قال أبو إصحاق وهذا القول مرغوب عنه يعني لا حاجة إليه ولا ينبغي وقال القرطبي رحمه الله والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي رحمه الله وصحها عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي ومن وصلها أي الرحم وهي القرابة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعت صلة الإرحام من الواجبات وهم الأقارب من جهة الأب والأم قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق قال وإنكار العرب باسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له قال القرطبي رحمه الله هما بمعنى واحد كندمان ونديم قال هو أبو عبيد وقيل ليس بناء فعلان كفعيل فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما اللهم ارحمنا برحمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما إسمان رقيقان أي الرحمن الرحيم أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة ثم حكى عن الخطاب رحمه الله وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما جاء في الحديث إن الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال ابن المبارك الرحمن إذا سُئل أعطاء والرحيم إذا لم يُسأل يغضب وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجا رحمهم الله من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه فعلينا أن نكثر من الدعاء والتضرُّ إلى الله وقال بعض الشُعراء لا تطلُبَنَّ بني آدم حاجةً وسلِي الذي أبوابُه لا تُغلَق الله عز وجل الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب قال ابن جرير رحمه الله حدَّثنا السري ابن يحيى التميمي حدَّثنا عُزمان ابن الزُفر سمعت العرزمي يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى على وارتفع على ما يليقُّ بجلاله فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعلم ليعُمَّ جميعَ خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيمًا فخصَّهم باسمه الرحيم قالوا فدلَّ على أن الرحمن أشد مُبالغ في الرحمة لعمومها في الدارين الدنيا والآخرة لجميع خلقه والرحيم خاصَّ بالمؤمنين لكن جاء في الدُّعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مُبالغ من الرحمن لأنه أكد به والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد وإنما هو من باب النعت أي الصفة بعد النعت ولا يلزم فيه ما ذكره وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يُسمَّ به أحدٌ غيره واصفه أولًا واصفه أولًا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعو فله الأسماء الحسناء وإنما تجهرم أي تكبَّر وتعاند مسيلمة اليمامة الكذاب الدجَّال الذي ادعى النبوة وقد تجهرم أي تكبَّر مسيلمة اليمام في التسمِّ به أي سمَّى نفسه الله ولم يُتابَى على ذلك إلا من كان معه في الضلالة سمَّى نفسه الرحمن نعوذ بالله وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لَقَدْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَلِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْوْفٌ رَحِيمٌ صلى الله عليه وسلم كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يُسَمَّى به غيره ومنها ما لا يُسَمَّى به غيره كإسم الله والرحمن والخالق والرازق هذه لا يجوز التسمية غير الله ونحو ذلك فلهذا بدأ بسم الله واصله بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم لأن التسمية أولًا إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص والأخص فإذا قيل فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفى به عن الرحيم فقد لوي عن عطاء الخراساني رحمه الله ما معناه أنه لما تسمَّى خيره تعالى بالرحمن جِئَ بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك فإنه لا يُصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى كذا رواه ابن جرير رحمه الله عن عطاء رحمه الله ووجَّهه بذلك والله أعلم وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى ردَّ الله عليهم ذلك بقوله كُلْ ادعُوا الله أو ادعُوا الرحمن أيًا ما تدعُوا فله الأسماء الحسنى ولهذا قال كُفَّارُ قُرَيش يوم الحُدَيبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليٍ رضي الله عنه أكتب عن كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا المُشركون لا نعرف الرحمن ولا الرحيم نعوذ بالله عنادًا رواه البخاري وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمام نعوذ بالله وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وذادهم نفورًا المُشركون أنكروا اسم الرحمن نعوذ بالله والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جُحُودٌ وعِنات يعني هم يعرفون أن الرحمن هو الله ولكن عاندوا والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جُحُودٌ وعنادٌ وتعنُّتٌ في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن قال ابن جرير يحمه الله وقد انشد لبعض الجاهلية الجُهال ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن وقال سلامة ابن جندل الطهوي عجلتم علينا عجل عجلتم علينا عجلتين عليكم وقد وقد يشاء الرحمن يعقد ويُطلِق يعني فالعرب يعرفون الرحمن أهو الله ولكن آندوا والأياذ بالله وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الرحمن الفعلان من الرحمة وهو من كلام العرب وقال الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق أحب بمن أحب أن يرحمه يعني كثير الرحمة والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه وكذلك أسماؤه كلها وقال ابن جرير رحمه الله أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعد عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسم ممنوع أي لا يسمى به غير الله عز وجل وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد ابن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشب عن الحسن رحمه الله قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى لا يجوز لأحد أن يسمي بالرحمن الرحمن اسم الله وقد جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قرآنه يعني يقرأه جملة كان يقطع قرآنه حرفا حرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة من الكوفيين ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين وكسر الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلت الهمزة فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرأ قوله تعالى الإسلام ميم الله لا إله إلا هو قال ابن عطية رحمه الله ولم ترد بهذا قراءة عن أحد كما علم الحمد لله رب العالمين القراءة السبعة القراءة السبعة على ضم الدال الحمد من قوله الحمد لله وهو مبتدأ وخبر فروي عن سفيان بن عيين ورؤبة من العجاج أنهما قال الحمد لله الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل وقرأ ابن أبي ابن أبي عبلى الحمد لله بضم الدال واللام إتباعا للثاني الأول وله شواهد لكنه شاد وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال إتباعا للأول الثاني قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه لا يستحق الحمد إلا الله جل جلاله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بها ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته يعني خلق المخلوقات وأعطاهم القوى في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش الحمد لله من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود من دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وقال ابن جرير رحمه الله الحمد لله سناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر إباده أن يثنو عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله سناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى وقوله الشكر لله سناء عليه بنعمه بنعمه وأياديه أي نعمه ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر وقد نقل السلمي رحمه الله هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء وابن عطاء من الصوفية الصوفية المنصفون لا المبتدعون وقال ابن عباس رضي الله عنه الحمد لله كلمة كل شاكر وقد استدل القرطبي رحمه الله لابن جرير رحمه الله في الصحة قول القائل الحمد لله شكرا وهذا الذي ادعاه ابن جرير رحمه الله فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء رحمه الله من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية أي على النعم ويكون بالجنان أي بالقلب واللسان والأركان أي الجوارح الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح بالطاعة كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب ولكن هم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية الحمد يكون على ما التصف به من صفات الكمال والجلال وعلى ما أنعم به سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سبحانه وتعالى